ترأس المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بير باتيستيا بيتسبالا القدس الإلهي في كنيسة شهداء الأردن بمنطقة مرج الحمام بعمال بمناسبة اختتام مؤتمر القانون الكنسي الإقليمي السادس الذي عقد في منطقة البحر الميت بمشاركة أساقفة ومحامين وقضاة كنيسيين في البطرياركية اللاتينية في الأردن ومن البلدان العربية وفي بداية القدس قدم الأب الدكتور حنى كلداني راع الكنيسة كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا فيها أن المحاكمة هي مساكن إقرار الرحمة والبطي بالحكمة الحق الحق أقول لكم هذه الكلمة الكريمة رددها مرارا السيد المسيح في العهد الجديد رددها للإنسانية وللتلاميذ واليوم يرددها لمحاكمنا الكنسية لقضاتنا ولمحامينا وللآباء والأساقف الأجلاء المسؤولين عن المحاكم علنا في هذه المحاكم الكنسية نجسد الحق ولكن مع الحق نجسد الرحمة والعطف التي تكلم عنها قداسة البابا فرانسيس في رسالته البابوية الأخيرة المؤتمر الكنسي السادس هو جهد عظيم وجهد تراكمي في الدراسات القانونية والقضائية لعلها تفيدنا وتفيد جميع المؤمنين كي تتحول هذه المحاكم إلى أماكن رحمة وعطف وأشار المطران الشوملي خلال عظة القداس إلى مثل الحقل والزوان في الكتاب المقدس مبينا أن الشر موجود في العالم وعلينا مواجهته لافتا لمبدأين في عمل الله أولها أن الله عادل وليس ضعفا منه أنه صبور والمبدأ الثاني أن الله رحيم العبرة الأخيرة التي نأخذها من مثل الزوان هي أن الله عادل لكنها أيضا صبور رحيم لا يريد موت الخاطئ بل توبته وهو يصنع هذه المعجزة على المستوى الفائق للطبيعة يسمح بأن يتحول الزوان إلى قمح آمين وفي ختام القداس منح رئيس الأسقف بير باتيستيا بيتسبالا الشهادات للمحامين والقضاة الكنسيين المشاركين في المؤتمر ويشار أن مؤتمر القانون الكنسي السنوي السادس جاء بالتعاون مع جامعة اللاتران الباباوية بروما حول عيوب الرضى الزوجي في الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية وفقا للبراءة الباباوية ترجمة نانسي قنقر